المشاهدين وضيفنا من رموز الفن الكويتي دخل الفن من أوسع أبوابه في السينما في التليفزيون في المسرح والموسيقى مشوار حافل بدأ منذ بداية ستينيات القرن الماضي وهو ما زال اليوم على مفارقة في الفن العربي عموما الفنان الكويتي الأستاذ محمد المنصور ضيف عزيز علينا بالستوديو أهلا بك أهلا وسهلا فيك أهلا بيكم أياكم الله شفتك تأثرت بالأبنية طبعا طبعا لأن مقدمة حلوة كبداية هذا نوع من براعة الاستهلال نحن سميها كمسرحيين علشان تجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين فلازم تبدأ بشيء جميل فالستاذ غنى أغنية لكارم محمود أمان عليك هذه من الزمن الجميل حلوة الآن موسيقى الأغاني تعرفونها كلها إقاعات وإلاغة نماذي زمن جميل بالغناء بيقولوا كان في زمن جميل واليوم تغير الزمن بالمسرح والسينما والتليفزيون تشعر بنفس هذا الشعور بهالفجوة بين الأمس واليوم أستاذنا حبيبي أنا أختصرها لك في الزمن الجميل مثل ما تفضلت في ثلاث كلمات الآن تختلف ثاني الثلاث كلمات هي كأن في الزمن الجميل الصدق والاحترام والتغدير الآن ما في الصدق ولا في احترام ولا في تغدير يعني مهم وخطير جدا مهم هالكلمات بده واحد يفكر فيهم باختصار أنا اختصرتها لك وأشوف أنت على السياق كل الأعمال الفنية نعم سواء كان يعني طبعا ما احترام والتغديري ليه سواء كان بالموسيقى أو الغاني أو المسرع نسرع كأنه فيه لما نقدم أعمال لازم نكون صادقين مع أنفسنا وصادقين مع المتلقي ونحترمه ويحترمنا في نفس الوقت كذلك في تغدير هو يقدرنا ونحن نقدره لذلك نقدم أجود ما عندنا صح وأصدق ما عندنا وأجرأ ما عندنا من الفكر على أساس أن نحن نخدم سواء كان بلدنا أو بلد الآخر أو الدول العربية أو الخليجية لما نقدم هذه الأعمال الجميل جميل جدا ويعني رح أرجع أحكي أكيد عن هذا الموضوع لأنه بهمني أعرف رأيك بين معايير الأمس ومعايير اليوم التي اختلفت بشكل كامل ولكن خلينا هيك نبدأ من محطتك هون أستاذ محمد أنت هنا بتشارك في مهرجان الدوحة المسرحي بدي تخبرني عن انطباعاتك عن العروض اللي شاهدتها والله شاهدتنا عرضين طبعا احترام وتقديري نعم للأخواني في قطر طبعا لمدة خمسين سنة وما يقدمون لهم كلا تقدير واحترام نما بحاجة إلى نوع من الجرأة الفكرية كذلك إلى طرح الأفكار الجميلة من خلال الأخراج يعني يجب أن يتنوع أو يخرجون كمخرجين إلى أنهم يشوفون ويشاهدون الأعمال العربية علشان يتطورون أكثر يعني طبعا مع احترام وتقديري لهم لابد أنهم في حاجة إلى أنهم يفتكون أو يتزحزحون من الأفكار اللي قاعدين يقدمون يعني يبد لابد أنه يصير في جرأة في الطرح بالإضافة إلى تكنيك المسرح لأن هذا المسرح جميل هذا الفراغ المسرحي الجميل يجب أن تستخدمه استخدام كله كذلك لا تعيد الحوار مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة يصير فيه ملل أنا اللي شاهدت طبعا من خلال عملين نعم فأنا شاهدت كثير من الكلام الآن كل ما تختصر في الحوار سواء كان تلفزيونيا أو مسرحيا لأن المشاهد يميل اليوم التغير حتى أصدر المشاهد بكيف ينظر الأشياء وقد يستمتع فيها أنت اليوم كما ذكرت ضايف عزيز وبالحديث عن التقدير يجب أن تعلم أستاذنا أنه محلك وتقدير الجمهور العربي إليك كثير كبير خاصة مع هالبدايات اللي ربما كان فيها جرأة فكرية مع ازهار المسرح الكويتي بالستينات وما زلت الآن تتحدث عن هذه الجرأة ما هو سر المسرح أستاذنا؟ ما سر المسرح؟ ما سر الجرأة الفكرية بالمسرح؟ لماذا يعني مثل ما بيقولوا نعطي لهذه الخشبة هذه السلطة؟ طبعاً أجب أن تفكر مثل ما قلت لك كان عندنا صدق والجرأة الفكرية ضرورية نحن كنا طبعاً كنا ننافس كل الدور العربية مع احترامي وتقديري لهم كنا في زمن الستينات والسبعينات نعم كنا نشارك في المحافل العربية والمهرجانات العربية وكان من أصدقها وأقربها لنا والمنافسة التي فيها الأقرب في مهرجان دمشق المسرحي فكنا نحاور من خلال الكلمة يقول في البدء كان الكلمة نحن نتصف بالقوة الناعمة أنت عندك قوة ناعمة وجيدة ووثرية في نفس الوقت يجب أن توصل هذه الرسالة من خلال المجتمعات كلها نعم بس إنما تحولها أو تعطيها أجواء كثيرة من المحاور التي تمس هذا المجتمع بإعطاءه نعم سواء كان من أنت تعيش في مثلث متساوي الأضلاع نعم الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فأنت تفكر من خلال هذا المثلث المتساوي الأضلاع يصير فيه عندك الحوار من الجرأة الفكرية فأنت تفكر فيه سواء كان الناحية الاقتصادية أو الناحية السياسية أو الناحية الاجتماعية جميل جميل إذا هيك انتقلت لحياتك بشكل خاص أنت من أسرة فنية دائما تتحدث عن تأثير الوالد بأبنائه الخمسة بتنوق الفن أيضا هناك دور لأخيك الأكبر صحيح؟ نعم منصور الله يرحمه خبرنا أكثر عن هذه التجربة إلى جانب رعاية الدولة للمسرح كما تحدث ميلاد ودعمه للمسرح والفنانين هناك دعم أسري بالبداية يبدأ من الأسرة بالضبط يعني بالمناسبة خلال هذا الشهر أنا يعني يصير ميلادي الفني يصير ستين سنة العمر كله الله يعفظه بدأت مع مسرح الخليج في 13.5 من هذا الشهر مايو 63 الآن أنا في 2023 المهم كان الوالد الله يرحمه يأخذنا نحن الثلاثة نعم طبعا خمسة كان الصغار كان أخوي عيسى الله يرحمه وحسين كانوا صغار فنحن الثلاثة منصور وعبد العزيز ومحمد كان يأخذنا إلى السينما يأخذنا إلى المسرح من الخمسينات فكنا نروح كنا نشوف المحافل الفنية الثقافية الموسيقى التراث الموسيقى التراثية هذه كلها يأخذنا بالإضافة إلى أخي منصور الله يرحمه كان يأخذنا قال لنا أسسنا مسرح الخليج من سنة 63 فعندنا مسرحية الأسرة الضائعة فتعال شاركنا فكنت أنا بالكشافة يعني كنت في رحلة إلى اليونان كنت بالكشافة فما أدري يعني كنت ألعب كرة القدم بالنادي العربي فقال لي تعال عندنا أسستنا المسرح وتعال اشترك معنا في مسرحية الأسرة الضائعة لم يكن ببالك أصلا لم يكن ببالك أصلا يعني مسيرة واللي بيتابع أعمالك مسيرة حافلة ومنوعة أيضا نعم وجريئة منوعة أيضا الأشكال التعبيرية الفنية كيف يمكن أن تتحول صدفة إلى مسيرة يعني كيف تغير برأيك صدفة مسيرة إنسان صدفة جميلة لأن أنا حبيت اللعبة نعم هي لعبتين كارنت لعبة كرة القدم ولعبة المسرح فيه تشابه بيناتهم لا لا فيه هنا فيه طبعا فرق شاسع هنا الفكر فيه جسديا وكيف تلعب بجسدك ومن خلال كرة القدم إنما هنا فيه فكريا فيه عندك أفكار كثيرة متعددة من خلال المسرح فراقت لي لعبة المسرح أكثر من لعبة كرة القدم فتسمرت فيها بالإضافة إلى أنت عندك كرة القدم إن اللاعب يكون زمن محدود خمسة عشر سنة صحيح 20 سنة بما معناه إنما الفنان إلى أن عمره يكون صحيح على طوال عمره هو يشتغل في هذا الشيء لذلك يجسد كل الشخصيات صحيح سواء كان من بدءا إلى أن يقر إلى لكن يمكن بكرة القدم فيه تفاعل بين اللاعبين وفيه واحد بده يرمي الكرة وياخد الكرة المسرح أيضا على المسرح لذلك سألتك عن التشابق في عمل جماعي تبادل الحواء هناك فيه تبادل بين الكرة كيف يوزعون أو يوزعون الكرة علشان يجيبون هذا القول أنت الهدف عندك من خلال لعبة المسرح كبير وكثير فعندك شخص أكثر من اللاعبين عندهم دعش يمكنني عشرين أو ثلاثين السيدة محمد بما أنه كنت تحدث عن المسرح بالبداية بين مسرح اليوم ومسرح الأمس واليوم أصبحنا نشاهد أيضا الكثير من الفنانين اللي دخلوا إلى الفن بأوسع أبواب وكنت قلت لك أيضا بأن المعايير باتت مختلفة بين الأمس وبين اليوم حضرتك درست الفن ويعني لسنين عديدة لم يكن دراسة عابرة وبكتفيت فقط بموهبتك اللي أنت اكتشفتها بالصدفة كما تحدثنا اليوم لأي مدى بتعتبر أنه الموهبة لحالها ما بتكفي العلم مهم جدا إلى جانب الموهبة خاصة اليوم اللي بنشوف فيه الشكل يحكم أكثر ربما من الموهبة ومن العلم أيضا الكثير يعني بس لابد أن يعني تسخل موهبتك يعني أتذكر لما شافني أنا بالستينات زكت وليمات أول ما جاء بالكويت فشافني فأعجب فيني يعني من وأنا صغير يعني فقال لي أنت يا محمد موهوب فأسقل موهبتك بالدراسة لا تكفي لا تكفي الموهبة الموهبة بس اليوم عمد شوف نجوم ما درسوا يعني لم يدرسوا المسرح لم يدرسوا الفن وهم موجودين وبقوة ولديهم متابعين بالضبط على موسائل التواصل الاجتماعي هذا زين بس لابد أن يسخل موهبتك يكون يعني يسند هذه الموهبة علشان يعطي أكثر لأن الفنان يعني لابد أن يتفقف يفهم يعني قد يكون قد يكون موسوعة منتنقلة لأن الفنان في أي ظرف من الظروف سيسأل حتى لو كان بالشارع صحيح سيسأل بالمستشفى سيسأل بالمصرع سيسأل مثل حضراتكم سيسأل فيجب أن يكون مستعد لهذه الأسئلة بأي شكل من الأشكال فلذلك أن يسخل يسخل فلذلك أنا قاعد أقول وقلت ما أقوله أنا قاعد ما الفنان إلا أن يكون موهبة وسلوك سلوك موهبة وسلوك يجب أن يتحلى بالسلوك الجيد وأن يتحلى بالموهبة أنا شاستفيد بالموهبة ولكن قد يكون سلوك سيء والآن نشوفه في الشاه بالساحة صح ولكن إذا تحلى الفنان حد كذلك قد يكون سلوك زي لكن ما يتحلى بالموهبة بالموهبة الكافية نعم يجب إذا كان فنان صحيح يكون في هذه الحالة على امتين دعني أعود معك بالذاكرة أستاذنا إلى قرابة نصف قرن تحديدا عام 1972 مع فيلم بس يا بحر كانت تجربة سينمائية نعم ما الفرق بالعمل بالسينما بوقت أيضا بين السينما والمسرح أين وجدت نفسك أكثر أي أقرب إلى يعني أي تعبير فني ربما أقرب إلى هالمخزون الفكري والعاطفي اللي أنت بتمتلكه حضرتك المسرح هو أبو الفنون مثل بيقول هو من يعني تجد أنت الفنان الحقيقي سواء كان سينمائيا أو تليفزيونيا أو إذاعيا المسرح هو اللي يسقله إذا لم يكن أو عمل بالمسرح لا يكون الفنان طبعا مع احترام وتقديري لكل الفنانين اللي يعملون في السينما أو شيء المسرح لأنه يخليك دائما مباشر مع المتلقي يكون استعدادك شخصيتك انفعالك يكون حي نعم كذلك أنت يكون عندك مخزون لما التربى أو تعيش حالة المسرح منذ الصغر تربى عندك التكنيك يصير في عندك تكنيك خاص فهذه الله سبحانه وتعالى وهابك انت كبنان هذه الموهبة الخاصية فيك انت كبنان كيف انك تنفعل بالسرور أو بالغضب أو بالبكاء نعم فلذلك يختزل عندك هذا التكنيك نعم عرفني وبوقت قصير يعني المسرحية ساعة ساعتين بدك تعيش كل هذه المشاعر نتكلم عن فيلم بسي بحر هذا طبعا احنا نشتغلنا في فيلم بسي بحر لمدة سنتين سنتين نعم 69-70 وعرضنا إلى العالم ككل بـ 71-72 واخذنا تزع جواز من العالم نعم يا الأول يا الثاني من الأول بعدين هو أول فيلم عربي يصور تحت الماء نعم اهي صورنا تحت الماء فلذلك كانت تعلمت طبعا أول مرة نشترك في بالسينما هذا 69-70 فكانت لنا تجربة حلوة مع المخرج خالد صديق الله يرحمه نعم فكنا اشتغلنا شغل حلو ولا كنا لا نفكر لا ما في مادة ولا في شيء المهم أنه يطلع اسم الكويت من خلال أول فيلم كويتي يطلع نعم أو خليجي نعم ومن ثم يعني أصبحنا بالأفلام أو المسلسلات المشتركة وكان لك مشاركة أيضا بالفيلم السعودي بلال الصمت بلال الصمت العربي نعم ما رأيك بهذه الأعمال المشتركة؟ بدنا نراها كثيرا الآن طبعا هذه مهمة جدا يعني أنت مهم أنها تكون خليجيا فقط بإطار خليجي أو أبعد من خليجي خليجية وعربية نعم يعني هذه جدا مهمة يعني الفنان لابد أن يلتقي مع أخوانه وزملاء أو زميلاته في الوطن العربي ويقدم لهم أعمال بس يكون العمل يعني جيد وممتاز ومدروس فليش لا؟ أني أنا أشارك ربعي وزملائي وزميلاتي في العمل فني يعني بعض الأحيان تشوفون أنتوا بعض المسلسلات يعني تكون مقحمة الشخصيات تكون مقحمة نعم يعني يحطون سواء كان الخليجي أو العربي أي أن كان يكون هذه الشخصية مقحمة بس علشان التسويق لابد أن يكون في إطار مناسب أستاذنا إضافة إلى السينما والمسرح أيضا جربك التلفزيون وقدمت أعمال تلفزيونية يعني نذكر هنا ربما البرنامج الشهير مهن ومهنتي يلي أدمته أيضا على الشاشة على شاشة التلفزيون الكويت أخبرنا عن هذه التجربة حلوة حلوة تجربة التلفزيون شي جميل أنك تلتقي مع الناس على أساس أنك تغتصر يعني طبعا تعرف أن المسلسل أو الفيلم يأخذ وقت يأخذ وقت على يعني شعر أو شعرين أو شيء من أطبعه أما البرنامج كل أسبوع تلتقي مع المشاهد بنوعية حلوة وجميلة أنها تكتشف مواحب الناس من خلال المهن ومهنتي فأنا أخبيهم مثلا وراء ستار وأطلب من المتقدم أن يقدم مهنته من خلال خلف الستار طبعا كشاشة يعني يطلع لي سلود أو بالظلال فهو يشرح مهنته من خلال تأشيره حلو بطير يعني إذا كان بس يا شعر نعم ولكن أيضا لدي أيضا يعني مشاركة أيضا عم نحكي بمجال الإعلام والإذاعة ببرنامج وتو الليل وتو الليل كان مميز جدا على قناة الوطن الكويتية حبرنا أكثر عن التجربة تقول لي بعد برنامج حلو جدا مميز مميز يعني بدل ما مثل ما قلت لكم يعني أقول من اللي أبي أقوله بأسرع وقت ممكن من خلال الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مسلسل مع ما 30 حلقة أو 15 حلقة لا أقوله من خلال البرنامج بأسرع وقت ممكن يعني مثل ما يقولون يعني بوقت ساعة حديث الساعة الأحداث اليومية اللي كانت تصير أقدمها بالشكل الملاسب بعدين أنا بطريقة تختلف الآن كل طبعا ما احترامه وتقديري لكل اللي يقدمه برامج الآن اللي فيها التوك شو أو شيء من القبيل أنا قدمتها بأسرع وقت ممكن والآن كلهم يقدلوني صحيح أحترمهم إنما أنا قدمتها بشكل سلسل يعني تعرف أنت الطريقة الاعتيادية خلال المرامج هذه سيداتي سادتي لا هؤلاء المسرح هذا المسرح اللي بداخلك جبته على عالم التليفزيون لا لا بالحياة الطبيعية تكون حقيقية حقيقية أبدأ أنا في البرنامج يمكن بالموسيقى مثل ما تفضلته يعني أو أنا أقول في خبر معين أو أنا أقول بعد ما لبس أقول لا هذا جاي أكو سامحوني تشبه الناس كنت كتير حلال فحني شيء من القبيل أستاذ محمد يعني كثير هي الأدوار والشخصيات اللي لعبتها وكما ذكرنا يمكن لا يمكن بهالوقت القليل اقتصار هذه المسيرة المهمة من الأعمال لكن بدأتوقف عند مسلسل أسد الجزيرة يلي قدمته بعام 2006 ويلي قدمت جسدت فيه شخصية الشيخ مبارك الصباح أثارها لبعض الجدل هذا العمل يعني هل إثارة الجدل ممكن تكون أيضا نوع من الإثراء الفني اللي تحدثت عنه نوع من التنشيط هذا الجدل الفكري الفني يعني لا بد أن يكون فيه جدل من هذا طبعا بطلب من السعودية يعني من السلطة السعودية طلبوا أننا عدم هذا فإحنا تدركنا هذا الأمور طبعا طلبوا من الشيخ صباح لامد الله يرحمه فقال لهم أوكي يعني ما عندنا مانع أننا نوقف المسلسل بس هم طبعا خافوا أننا نتكلم كان طبعا الإمام عبد الحمان مع ابنه عبد العزيز كانوا عيشوا فيه كان في الشيخ مبارك وأبناءه سالم وجابر إنما فإحنا ما تتكلمنا طبعا عن هذه إنما نتكلمنا بكل احترام فكانوا هم موجودين في صدر المجلس وإلى آخره فكذلك بعد الأسرة كان قبل آل سعود كان في بن رشيد كانوا من الحكوم اللي حكموا هذه المنطقة فلذلك قالوا خافوا أنه يعني تتير من شاكل أو شيء من صحيح فقالنا نتخوفنا فلذلك يعني وقفوا فبعدين يعني قال خلاص مشت الأمور والآن يعني كل صدق يعني إحنا تكلمنا في كل شفافية بكل احترام تقدير يعني لا ننمس هذا ولا ننبين إنما هذه تاريخ صحيح تاريخ فأنت فأني طبعا تشرفت يعني أنا مثل جد صعب السموة الآن يعني وجد و أمل كبير يعني ست شهور وإحنا نصور هذا المسلسل وإن شاء الله يرى النور بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله بدي أشكرك لأن وجهودك أثر الحلقة وأنت مميز يعني تحدثت عن الفنان قد يلازم يكون عمله الفني مميز وأخلاقه وأنت تجمع على الاثنين دي أشكرك جزيلا شكر الفنان كويتي محمد المنصور على هذا الحضور شكرا لإلك شكرا لكم اللقاء ينتهي والمسرحية تنتهي والفيلم ينتهي نعم ولكن محبتي لكم لا تنتهي شكرا لإلك نحن كمان نبدأ لك المحبة والتقدير والإحترام أستاذنا شكرا شكرا للمشاهدة